اشتركوا في القناة استعراض مسار علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين في ظل الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات وأشهد حضرة صاحب الجلالة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الفرنسية وما يشهده التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمر بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين وأعرب جلالته عن تقديره لفخامة الرئيس إيمانيويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لما يليه من حرص واهتمام على تطوير روابط الصداقة مع مملكة البحرين منوها بالدور الفاعل الجمهورية الفرنسية على الصعيد الإقليمي والعالمي وجهودها الدؤوبة في تعزيز الأمن والسلم الدولي كما استعرض جلالته مع وزير الخارجية الفرنسي عددا من المواضيع التي تناقشها القمة العربية الأوروبية والتي تخدم مجالات التعاون وتعزيز الحوار العربي الأوروبي من جانبه أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن شكره وتقديره على الدعم والتشجيع الذي يليه جلالته لكافة الجهود التي تهدف لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديد للتعاون وتنسيق مشيدا بدور مملكة البحرين المحوري كشريك هام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة